السلام عليكم عشاق التفاحة ايفون 14 كشف تصميم هواتف السلسلة الاربعة في قوالب معدنية مسربة قوالب اليمينيوم لسلسلات ايفون 14 تكشف تصميمها الرائع وبعض مواصفاتها كل هذا واكثر ارزائي كرام سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل البدأ اتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغطة لزر لايك والشارك وفعيل زر الجرس ولا تنسى مشاركة الفيديو مع اصدقائك وشكرا لك كشفت العديد من التسريبات والشائعات خلال الاسبوعين الماضيين بعد التفاصيل المتعلقة بسلسلة ايفون 14 واليوم ظهر تسريب جديد اخر يستعرض تصميم سلسلة ايفون 14 باكملها تسريب تصميم سلسلة ايفون 14 يأتي التسريب الاخير عبر موقع ويبوس سيني حيث تم نشر صور قوالب معدنية لهواتف سلسلة ايفون 14 التي تستعرض تصميم وحجم بروز الكاميرا في الطرز الاربعة من المحتمل ان تكون قوالب مستخدمة لاغطية حماية هواتف الايفون والخاصة بالطرف الثالث وليس مخصصة لاستخدامها في انتاج الهواتف الذكية بالنظر الى هذه القوالب يمكننا ان نلاحظ بوضوح عدم وجود طراز ايفون ميني كذلك يمكننا ايضا ملاحظة التغيرات في احجام اجهزة الايفون القادمة لعام 2022 حيث يبدو ان ابل ستتخلص هذا العام من طراز الايفون بشاشة بحجم 5.4 انش اي الايفون ميني والذي لم يحقق اداءا جيدا في سوق الهواتف الذكية لذا نظرا لضعف المبيعات تميل الشركة الان نحو انتاج هواتف بشاشات ذات احجام اكبر تشمل القوالب الاربعة التي تظهر في الصورة على هاتف ايفون 14 بشاشة بحجم 6 الى 1 انش وهاتف ايفون 14 برو بشاشة بحجم 6 الى 1 انش وهاتف ايفون 14 ماكس بشاشة بحجم 6.7 انش وهاتف ايفون 14 برو ماكس بشاشة بحجم 6.7 انش تغير ملحوظ اخر في تصميم اجهزة الايفون 2022 هو بروز الكاميرا حيث يبدو ان احجام بروز الكاميرا تدل السلسلة باكملها ستكون اطول من سلسلة ايفون 13 ولكن ستتميز سلسلة ايفون 14 بتصميم مماثل مع حواف مسطحة وزوايا مستديرة من ناحية اخرى من المتوقع ان يتم استبدال الشوق او النوتش الكبير بفتحة ثقب دائرية لكاميرا السيلفي ما رأيك في التغيرات القادمة لهواتف السلسلة الجديدة من الايفون 14 شاركوني عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة احبكم في الله مع السلامة